ها 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 عطيني بوسي والله هاي فيفيا ما كنت متوقع تجي بكير لهالدرجة نيولفر كنت مفكر انك رح تبقى اسبوع صحيح ليك انا مليت كتير لاني لحالي وانت مو معي لهيك لبيت غراضي واجيت لابقى معك شو وضعن هادول يلي على الارض هادول كلاب قتلوا بناختي وانا بدي عاقبون انت تطعي لبرا مش عما تتوسخ تيابك بالدم وقت شفتهم خطر على بالي قصة متعلقة برفيقة قديمة إلي مرة حلوة كتير وظريفة بس زوجة جبلة ضرة وخلاها لرفيقتي تطلق منه بالقوة وزدتوها بالشارع بالبرد تحت المطر مع انه رجليها كانوا مكسورين وقتها وما كان في عندها ولا اي مكان تروح عليه ساعدوني ساعدوني مرحوة ما عندهم اخلاق هالناس شو زكرك بهاشي يا حياتي انا لما شفته لهذا الرجالي يشكله بيشبه الحرامية عرفت انه هو زورجر فيتي يعني بيشبهه كتير لك شو رأيك اتأوصى أول واحد منشان يبرد قلبي شباكونا بيخلقوا من الشبه أربعين؟ ماشي في أمرك يا حياتي انت تنباتك كلهم أوامر طيب بعضيني شوي تمام لك يا معلين ما بصير تأوى الزلمة بس لأنه بيشبه واحد تاني حكو لكم كلمة يا الله لا مش عن الله لا تأوصك معلّم بس روي شوي الله يخديك رؤوس معلّم على المصطفى يولي برخارك نعمل شي بترجع تطوّل بالك شوي نتفاهم طيب واقف مصطفى أنا غيرت رأيك شو رأيك بدل ما نقتلون فوراً؟ نعذبون كتير ونتفرج عليهم ونتسلّى فرصة من شان نتسلّى بالفرجعة التعذيب مو فرجعة التعذيب؟ كيف يعني؟ يعني تعصد أنك ملازم أن نتقوّس على الراس فوراً ما بعرف بتحديد شو هي أحسن طريقة يا عمري بدي بس تبضالي شوي معقول يكونوا هن أهم مني بابا البيك الكبير جاي لهم هلأ وصلنا الخبر هلأ وقته هاك كمان أنا مرح أخلص منكن؟ أنا مرح أخلص منكن؟ خدونا على الاسطبل وقت يروح بيبقى بخلص عليهم على الاسطبل؟ ايه؟ 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 فهموا لأشوف يلا يلا امشوا يلا أنت وياه يلا استعشروا لك يلا أنت اختفي فوراً لأنه راح يصير مشاكل كبيرة كتير تمام طيب بس ألولي وين أسواتي؟ خبروني وين اللولات؟ امشي حبيبتي امشي ما يعرف أنا عبدالك شبك جاوبني شبك فحبتك يعني إخواتي وين؟ يلا عدو لا تذكروا فيهم خلصتك يون شبك وقي بكفي ربطتني طيب على مهلك شعور عفواً بس إسماء أنتولي وين إخواتي هلا؟ شعوروني وين؟ ولا كلمة مفهوم؟ تمام نحنا مناحة كتيرهم وما فينا نهرب ما تاكلوهم شكراً شكراً كتير كتر خيركم أنا جيب أشي لإجرنتك سمعوني منيح نحنا لازم نطلع من هون ضروري إلي اللي أشوف طليقتك ما بتقدر تساعدنا أبداً بهالموضوع؟ طبعاً رح تساعد مش شفت بعينك شو عملت جوها عن أي مساعدة عم تحكي يا زلمي إلي صار معناته أنه للصادق عش أنا لهلأ مو بابا سكوت، بلد تخبيص مرتضى لا تنسى أنه في ولاد بالقصة يعني لو منحكي معه شوي يمكن تابع لأنه تقنع زوجها يا لميس انت بتعرفي فيفيان منيح هاي لا بهم ولاد ولا أي شي تاني ما قلتولي مين هاي فيفيان وشو قصتها؟ حيكانت ولا شي حيكانت عشيته الأولانية مرته الأولانية لكن بنت اللي كانت بتحبك بالماضي صعب إنه تتحول لعدو فجأة مشان هيك روح حاول معه حرك لي حالك حاول تقنعه إلا إنه طلعنا من هون يلا مستحيل أنا رأي من رأي السيد فكري كمان حكي ومضبوط لحظة إلي المعقول هالشي؟ يعني لازم نستخدمه كأنه طعم ليضحك على المرة اللي تهربنا أنا بشوف إنه رأي لميس أحسن اي يمكن شو هالحكي اللي عم تقوله أحمد؟ مشان مشاعره بدك يانا نموت كلنا مع أنه وقت نضيعه تصرف بسرعة اي مظبوط حكيك طبعا مظبوط قوموا حكيه ساوي أي شيء بتبقية يلا والله يا عمد تحكيان جد لك يا حبيبتي أنا يعني إذا قيتنا غايبة المفروض نحنا نستغلوا على زوجنا مو هيك؟ ما بيصير هالشي يا روحي خلاص يكفي سكوت أنا حبيبتي ليكي أنا ما عم قلو إنه يتزوج عمقول يعمل شيء مشان ينقذنا مو أكتر حكوعنا انتو بس نحنا لازم نعمل شيء هلا يا رفّي اه روح إلا ما نسيتك بالمرة ها هيك يا جميل أفندي يعني إذا مرتك الأولانية بس خبترجح لها مشان مصلحتك؟ أو 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 شو عم تحكي؟ بمرتي الأولانية هي لميس فو علي tongue لا تحكو بعد السيرة الواحد ما بيصير Having精 dépend في الناس الفماع بحلف لك هله بتصل البتولاي وبخبرها بك patterns وحياح يعني لميس وأنا كما وشايفه منطقي بس رح نقتل شو بدنا نعمل يعني شو يا إلهي تمام انت فيك تمشي بس يا خانم يعني قلتلك امشي خلاص شو عم تعملوا هون يا مرتضى أنا فيفيان سماعي ما في حدا هون بيقدر يساعدنا غيرك انتي هادول رح يقتلونا بدون ما يفكروا انه في ولاد برقبتنا لو سمحتي تصرفي والله كان لازم تفكر هيك قبل ما تقلعني من البيت انت وهديك الحقيرة شو نسيتي اللي عملتوه معي مرتضى انا مزعوجة كتير منك هديك المرة كانت عديمة الاخلاء وما في بقلبها رح مسألي شو قلتلك فضل حكي له كل رومانسي شوية اللي بحبك شترت فيفيان انا مش تقلك كتير ايه؟ عبر عن مشاعرك رفيقي لا تخلي بقلبك شي يلا لا شوف تماما يا اخي لا تخب الشي تعودت على الكزر هديك مرتك الوقت حوانا حياتي انا بعدت كيف؟ بعدت قبل ما نشي لهون وبس اصلا هي طلعت من حياتي على الأخير ايه مرتضى حكي له عن الوجع يلي بقلبها شم شبك يا عزيزي انا كنت عم دور عليك وكتير اه اذا مومسد اسألي لرفيقي بدر ايه بشوفك بمنامي كل يوم احنا رفيقي على طول انا مناماتي بشوفك على طول يا فيفيان منيحك مجد حبيبي بشوفك كل يوم ودورت عليك كتير بس ما قدرت تلاقيك هلا قدام كل هالناس الحاضرين بشوفك بيسكوت مرتضى بيك سدادة شو هاد معقول هالشي؟ يعني معقول حاطة يدك هتموا قدام يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاختارات لتكون اول من يشاهدها موسيقى